اشتركوا في القناة والتعاون المشترك وذلك من خلال اطلاق عدد من مشاريع التعاون المشترك في عدد من الدول بقصد الاستفادة من التجارب البحرينية الرائدة في الممارسات الديمقراطية والتنموية بداية اود ان اؤكد على حرص السلطة التشريعية على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وايضا على المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات البرلمانية وخصوصا المنعقدة في المملكة المغربية الشقيقة وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المعظم حفظها الله ورعاه على تعزيز العلاقات بين البلدين مثل هذه المشاركات تسهم في ابراز التحول الديمقراطي والتقدم الحضاري في مملكة البحرين وايضا نحن كبرلمانيين نستفيد من تجارب برلمانات الدول الشقيقة والصديقة في تطوير المنظومة التشريعية في مختلف المجالات طبعا شارك الوفد اليوم بكلمة في الجلسة الافتتاحية ولله الحمد كان لها صدى إيجابي لدى الحضور وكذلك سيشارك بشكل فعال في جميع محاور المؤتمر الأربعة المنعقدة خلال أعمال هذا المؤتمر الأمر المميز في هذه المشاركة أن مملكة البحرين ستكون عضوا مؤسسا في انطلاق شبكة السيدات البرلمانيات في أفريقيا والعالم العربي وسيكون هذا الاجتماع التأسيسي للشبكة فرصة لإبراز مستوى تقدم المرأة البحرينية بشكل عام والبرلمانية على وجه الخصوص حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في السلطة التشريعية بنحو ثلاثة أضعاف خلال عقدين لتصل إلى 23% في انتخابات 2022